ما بين المورثات والعادات البالية والفقر والحروب والهجرة تبرز ظاهرة زواج الاطفال ليس على انها افة اجتماعية فقط بل كجريمة ترتكب بحق الاف الاطفال الذين يجدون انفسهم ضحايا في عالم الكبار وعرفت الامم المتحدة زواج الاطفال على انه اي زواج رسميا او غير رسمي بين طفل تحت سن الثامنة عشر عاما وشخص بالغ او طفل اخر ووفقا لاحصاء صادرا عن منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف في فبراير لعام الفين وتسعة عشر تشكل نسبة زواج القاصرات نحو واحدا وعشرين بالمئة من عدد الشابات كما تتزوج سنويا اثنى عشر مليون فتاة دون سن الثامنة عشر كما ان هناك اكثر من مائة وخمسين مليون طفلة يمكن ان يصبحن عرائس بحلول عام الفين وثلاثين اذا لم يتم القضاء على هذه الظاهرة الامم المتحدة اكدت في جانب اخر ان الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة مقارنة بالاولاد حيث تشكل نسبة انتشار الزواج بين الاولاد الصغار على الصعيد العالمي عشرين في المئة من نسبتها عند الفتيات وبحسب يونسيف فان اعلى مستوى لانتشار هذه الظاهرة سجل في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي بلغت ثمانية وثلاثين بالمئة تلتها جنوب اسيا ثلاثين في المئة وفي امريكا اللاتينية بلغت خمسة وعشرين في المئة اما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فبلغت هذه الظاهرة سبعة عشر في المئة واوروبا الشرقية واسيا الوسطى احد عشر في المئة وبينما تختلف جذور هذه الظاهرة عبر البلدان والثقافات فان الفقر ونقص الفرص التعليمية ومحدودية الوصول الى الرعاية الصحية وعدم المساواة بين الجنسين بالاضافة الى العادات والتقاليد وتغير المناخ والصراعات والحروب والهجرات هي من العوامل الاساسية التي ادت الى استمرار هذه الظاهرة حتى يومنا هذا بحسب الامم المتحدة ولزواج الاطفال مخاطر كبيرة اولها ترك التعليم مخاطر الحمل المبكر والولادة والوفاء العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي الانفصال عن الاسرة والاصدقاء وتحضر الكثير من الاتفاقيات الدولية زواج الاطفال بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد النساء لعام 1979 كما دعا المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية في عام 1994 البلدان الى القضاء على زواج الاطفال وتعمل يونسيف مع المجتمعات المحلية لرفع سن الزواج والتصدي للتمييز بين الجنسين من خلال رفع مستوى الوعي والمناقشات الاجتماعية اشتركوا في القناة